شعبان شهر الله السلام عليكم ورحبا بكم بقناة مطبا قامة اليوم قدرت لكم بطاطا محشية بالجبر يعني حاجة سهلة وجبنينة وخفيفة ننتمينا ان شاء الله يعجبكم بالفيديو ودروا الوقت مطبوش عليكم بلش نخليكم مع المقادر وطريقة تحديد بالنسبة للبطاطا كنت عندي حبة بطاطا غليتهم بهم بالقشرة شللتهم ليح وغليتهم بعد ما تغلووا لي هكذا كما سخونين كما تشوفوا بالفرشيطة ووصيتهم مغرفة كبيرة للمغاري نحتاج شوية الملح طبيعة الحل بطاطا غليتها بالملح في فلك حل حبة البيض يعني مغرفة كبيرة لشابلوخ الخبز محمص ومرحي هنا يعني نصف حبة بطاطا بسلام غابية وهنا نحتاج الروس حوالي زجمعة فونس طبيعة الروس يكون مغلي بالملح وهنا هي الجبل بتاع القوية اللي كنت قسمتو كما تشوفو فيه هكذا لنحشي به هاد البطاطا نبدأ في التحضير هنا قد لكم البطاطا كنت غليتها بها بالقشرة وهي هكذا كسخونة كي نحيتها يعني كي طابت لي نحيت له هذه القشرة وهي هكذا كسخونة كرازيتها هكذا كفرشيتها مع مغرفة للمغاري اضفت هذيك البصل ولاشابلوخ وحبابيت والملح يعني نبدله على اللي ندير والمعقودة هاد الوصفة سهلة والجبنينة ندير شوية فلفل كحل او فلفل بيض الشي اللي عندكم وندير هكذا كمية الروس قلت لكم يكون الطايب بمليح خليوا هيت بمليح الروس حوالي قلت لكم يعني زوج ما عرف ونص حتى ثلاثة معليش وضيفوا على هذيك البطاطا وانتو ما عينكم ايزانكم اللي كدرتوا البطاطا باستف يعني كل حاجة نديروا منها ولحساب ما درت انا كونتيتي تاثذ حبت بطاطا نخلط هذيك الخالي تاعمليح هكذا هكذا كل شي ندمج مع بعض ونبعد نستعمل يدي هنا البطاطا اللي درتها ملسكت ليش منزو ما لشتو البطاطا تاكم تلسق ما عليش نستعينو هكذا شوية بيتكم بالماء ورفضوا البطاطا بش ما تلسق لكم حلتها ووسيتها ذاك الجبن قوية في قلبه نعود نغلقها مليح بش ما يخرج ليش الجبن ينقليها ونلويها هكذا عصابع هكذا هكذا هون نحطها في الطبسي نزيد الدنيا ودها تحت نكمل الكمية اللي عنديتها على البطاطا المهم نغلقها مليح لحبة زعنا وهناك كمسهم كامل جاتني بهذا كمية نحكم شوية فارينا ننمضهم كامل بالفارينا هون بعد وش نمسي لهم ونحطهم في المجمد يريحوا حتى الساعتين نلويهم مليح بالفارينا ونخليهم في المجمد الساعتين يريحوا نحط نكمل كمية اللي عندي نغطيهم بالفيمة المونتر طبيعة الحل ونحطهم في المجمد يريحوا لي ساعتين وبعد نحكم المقلة فيها كمية مليحات على الساعتين ونواسي لحبة الزوعية يعني من المجمد ننمضهم في المقلة ونحاولو كنننواسي لحبة زعنات البطاطا يعني الأصابع البطاطا نحاولو من نمسوهم كامل حتى نشوفوهم حمارهم بالتحتة باش نقلبهم يعني من تشوهم كامل بالفرشيطة ولا نحن نقلبهم كما تشوفو ونراكم تشوفو فيهم ما ينحلوا ماوالو كيف كيف نخليهم ينقلوا الجيه اخرى حتى يدوا اللون مليح ونحيهم انا كانت قدرت ترسيل فيها بابي عبزوبون باش يشربوا مليح الزيت مقطرهم مليح بعد نوسيهم بسحن تقديم هادو هما كيف نشوفو فيهم ينتقلوا بالقعص وريحتهم ما شاء الله يجوبنان يعني كيتحلي الحبات يبي في قلبها الجبن يكون ذب ويجوبنان وبطريقة سهلة قلت لكم نحاولو نبدلوا هذه المدارين ديروها المعقودة وحاجة سهلة والمكونات موجودة في كل البيت نتمنى ان شاء الله تجربوها شاهدتكم في الجنة ولا عجبكم بالفيديو معليكم عالية واسي وجام وشاكوا في القناة ليوصلكم كل جديد خليتكم في امال الله وصحة فضركم وصحة صحركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته